السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في المهاضة الرابعة من كورس الهيمتولوجيا امراض الدم راح نكمل اسباب الانيمية واحدة من اسباب الانيمية هي الميجا بلاستيك انيميا الميجا بلاستيك انيميا كالعادة نبدي بالديفنيشن نعرف شنو هي الميجا بلاستيك انيميا هاي وجود خلايا كبيرة الحجم بنخاع العظم والدم يعني الدم يعني من ناخد تحليل الدم يلقاها خلايا كبيرة الحجم اسباب هي هو نقص بالبيتولف عدك ونقص بالفوليك اسيد اللي ينتابعونا من المحاضرات الاولى الاساسية احنا اتفاقنا انه الفوليك اسيد والبيتولف سميناهم اطلقنا عليهم المهندسين المهندس بيتولف والمهندس فوليك اسيد والمصنع سمينا والبون مارون وخاع العظم سميناه المصنع هو ينتج لك الار بي سي هو ينتج كرات الدم البيضاء وهو ينتج صفاحة الدموية فوجود مشكلة بالقلة المهندسين راح تسوي عندك ميجا بلاستيك انيميا خلنا نعرف ليش اولش لازم نعرف شنو دور البيتولف والفوليك اسيد بتكوين كرات الدم البيضاء او تكوين الخلايا اه وجود المهندسين ار بي سي وفوليك اسيد جدا مهمين بتكوينهم ليش لان هو المسؤول عن انقسام النواات وراح وتنفصل من عندها النواات فتضيك ار بي سي اذا ما قدرت تنفصل النواات راح تبدأ تحاول تنفصل فتكبر تنفصل فتكبر فصير حالة اه فصير الخلايا كبيرة الحجم بهذا الكبرش فاي سمونه ميجا بلاستيك انيميا يعني خلايا كبيرة الحجم راح نحكي لكم القصة سوال في القصة في قصة انو نقصان المهندس فوليك اسيد وبيتولف راح نشوف السيناريو شنو يصير عندما ينقص الفوليك اسيد وبيتولف Are essential for DNA synthesis in stem cell cells of RBC and white blood cells يعني الفوليك اسيد وبيتولف هما جدا مهمين في تصنيع الدي انا بالخلايا الجذعية ما ال RBC والبلاتليات and white blood cells سو اهنا عدنا حاليا قلنا المهندسين ما وجدين ماكوا عندك فوليك اسد وما عندك بيتولف فاش راح يصنع عندك راح يصنع عندك انو نيوكولاس كان نوت ديفايتد انو النيوكولاس ما يكدر تتقسم فرح يقل عندك ار بي سي برودكشن هذا السيناريو السيناريو الاخر راح يجي هنا الار اناي الار اناي راح يدخل يقول لا تخافوا ما موجود للمهندسين انا راح اعوض بالموضوع فرح يكون خلايا بس راح يكونها خلايا كبيرة الحجم بحي سيت بلازم يعني خلايا كبيرة الحجم في المصنع هاي في حالة عدم وجود او قلة وجود المصنع ش راح يصرف المصنع راح يشوفه خلايا كبيرة الحجم اذا كان هو المصنع اذا كان المصنع مصنع محترم مصنع يخضع لمعايير عالمية ما راح يخلي الخلايا هاي تغادر يقول لا انتي خلايا كبيرة الحجم ما راح ما راح ان اه ما راح انطلعش الى نخاع ما راح انطلعش خارج نخاع العظم ما ترحلين انتي خلايا كبيرة الحجم انتي خلايا لا تصلحين ان تذهبي في الدورة الدموية فاش راح يصير بها راح يصير بها انترا مدلل رايزيزيز راح تتخل راح تتحلل هذه الخلايا وتموت داخل البون مارو اما اذا المصنع بفساد اداري فراح يهربونها فراح تطلع وين تطلع بال بال بالدورة الدموية بس اذا طلعت بالدورة الدموية هم لازم وين هم لازم تنمسك وين راح سبلين نعرف ان السبلين الطهال هو واحد من مكونات الجهاز المناعي فالسبلين هادا السيطرة سيطرة قوية جدا تفتش اي شي يمر بالدورة الدموية وراح شوفه خلايا كبيرة حجم شنو انت هاي كوراك انت خلايا كبيرة الحجم انت لا تصلحين ان انت سير في الدورة الدموية فراح يحللها يحللها السبلين فيسمونها اكسترا مدلل رايزيز شنو يعني اكسترا مدلل رايزيز شنو يعني تحلل خارج نخاء العظم انترا مدلل رايزي تتحلل داخل نخاء العظم هذا السيناريو احتقد صار واضح عدكم يا شباب الاسباب يعني منطقيا طبعا هذا الموضوعنا اليوم كل يحتمد على المنطق المنطق تعرف ايه يعني المنطق المنطق هو كلاتي ليش يصنعندي نقص بالB12 ليش يصنعندي نقص بالفوليك اسيد شي طبيعية اما الانسان ما ياخذ فوليك اسيد وB12 يا اما ما يصير لهم تصاص ها هي ببساطة يعني يا اما قلة انت ما جاء تاخذ فوليك اسيد او انت جسمك ما جاء يمتصر فوليك اسيد هس نعرف شنو الاسباب بالنسبة للB12 فراح نبلش بالمهندس المحترم B12 Dimension intake of كما قلت لكم انه قلت ان انت ما تاخذ B12 صورة كافية والB12 راح تقل لي وان موجود راح اقلك موجود بكل الحيوانات يعني اللحم الحليب اي اي جميع منتجات الحيوانات هي تحتوي على B12 فراح بهاي الحالات تقل لي انه احنا شي مستحل يصير نقص بالB12 بالضضر شي مستحل يصير الا بحالات الVegetables اذول اذول الناس اللي ما يأكلون الشغلات الحيوانية يقل لك شنو هاي خطيئة الحيوان انا تلعب نفسي من شغلات الحيوانات وليش يذبحون الحيوان فذول نباتين يسمونه نباتين حتى يعدهم اكلات خاصة يقلك هالاكل خاصة بالنباتين فممكن يساعدهم نقص بالB12 وصعوبة صراحة ليش؟ يعني B12 عنده مخزون كبير جدا بالكبد يطول ما يقارب ثلاث سنوات فصعبة صعبة يعني جدا صعبة السهب الاخر انه اكو اه مشكلة في امتصاص B12 degrees absorption يعني قلة امتصاص ليش؟ اه قبل لا اهجأ الاسباب اه خليق لكم شون يصير امتصاص B12 B12 هذا مهندس محترم جدا ينفذ شخصية جدا مهمة من يدخل ان تتاكل مادة بها B12 من يدخل المعدة هذا ما يمتص الجسم اللمعة بيهرس بها قنوات امتصاص كل شي مثله هاي تمتص الحديد هاي تمتص بس ماكو شي يمتص B12 بيتوفل في خصية راقية ليش? اه لازم اكون اكو انتريستين فاكتر ان تفرزه الباريتا السيل الي موجوده بالمعدة معدة خلايا يسمها الباريتا السيل هاي الباريتا السيل تفرض انتريستك فاكتر انتريستك فاكتر يروح يلزمüman يمسك البيتوالث. من يمسك البيتوالث يتم امتصاصه البيتوالث بالآخر جزء بالآ بلا معاه اللي هو الاليوم اللي وراء جيسيك وآخر جزء نوع معاه يتم امتصاص البيتوالث. فالبيتوالث ما يمتص بواحدة لازم يعني انا شخصي انا مهندس تعبان عروحي لازم يعني امتصنا الجسم. فواحدة من اشهر الاسباب آآ لنقص البيتوالث بالجسم هو يعني الانيمية الخبيثة. هاي الانيمية الخبيثة انه الجهاز المناعي مرض مناعي لازم اقل اعرفهم عليه انه هو مرض مناعي. انه الجهاز المناعي الجسم الانسان يبدي يهاجم الباريتل سيل ويدمرها. ما كو باريتل سيل ما كو فا آآ فلا يحدث امتصاص للبيتوالث. فهاي باختصار هي شنية الانيمية سموناها انيمية فقر الدم فقر الدم الخبيث. باختصار اسمها فقر الدم الخبيث. آآ اه هنا اشارح لك اياها. بنيش الانيمية there is deficiency in the production of the interesting factor. most probably in which there are آآ انتي بادي against باريتل سيل. انتي باريتل سيل انتي بادي. فمثل ما قلت لكم. اكو آآ جهاز المناعي يبدي يهاجم الباريتل سيل يدمرها فما كو interesting factor. فما يصير امتصاص البيتوالث. وصراحة هو يعني من اي شهر الاسباب لنقص لمن اشهر اسباب لنقص البيتوالث هو آآ الباقي اسباب منطقية. هاستنسوا الف منطق. انا آآ ما عندي ما يصير عندي امتصاص. ليش? يا اما المعدة شالينها. يا اما عنده مالاوبزوروبشن سندروم. يا اما آخر الجزء اللي هو يتم بيه امتصاص اللي هو الاليال غاز صيني. الاليال رسكشن. تم تم استصدار الاليال رسكشن قطعه. فشغلات منطقية المعدة شوال آآ خاصة دول اللي يسعون عمليات تصغير المعدة سريع دم هال المشكلة. اللي يسمونها غاستر اكتومي. كرونيك آآ غاسترايتس. التهاب المعدة. مالاوبزوروبشن سندروم. عندك كرونيك ليفر ديزيز. ليش كرونيك ليفر ديزيز لان اكبر مخزن للبتويلف هو الكبد. فمن ضرب الكبد راح آآ يصير عندك بيتويلف ديشن سي. بادي ستورز آآ آآ فور ثري يرز. مثل ما قلت لكم انه الكبد يخزن كافي عندك لمدة ثلاث سنوات. ثلاث سنوات ثلاثة كل عام. ولا تشرب اي شيء بيتويلف. ما يسعون عندك ناقص ليش? لانه مخزن عندك في الكبد. فهذه هي اشهر اسباب ناقص البي اتويلف. عندنا الفوليك اسيد. بالنسبة للفوليك اسيد ايضا نستخدم المنطقية. آآ الفوليك اسيد دياما عندنا ناقص تناول مواد تحتوي على الفوليك اسيد. ديجريز آآ ديجريز انتيك. بحالة نفس فقرة البيتويلف. لحالة البيجتابلز. الجماعة النباتيين. والجماعة الكوهوليزم. الجماعة اللي شربوه من كرات خمر. آآ ايضا ديجريز ابسوروبشن. قلت قلت امتصاص. عندك مشكلة بالجهاز المناعي. فيصان عندك مالا ابسوروبشن سندروم. اني كريز روكمنتد. نضيف هنا على الفقلاتر اني كريز روكمنتد. انهاك ماضي من اني كريز روكمنتد. ليش? يا شباب لان الفوليك اسيد. ما بي مخزن بالجسم. البيتويلف اكول مخزن. مخزن كبير. كفيك ثلاث سنوات اللي هو الكبد. لكن الفوليك اسيد ما بي مخزن. فبحالة انه البريغنانسي مثل ما راح اعمل. الفوليك اسيد. يصير طلبه هواي على الفوليك اسيد. فيصير نقص به. لان ما اكو مخزن يعود. فالاشهر نقص هو نقص الفوليك اسيد. ليش لان اه ما موجود مخزن الى بالجسم. فاني كريز روكمنتد بوضعية بحالة بريغنانسي مليغنانسي. هاي يعني حلوة. ملحنة. بريغنانسي مليغنانسي. بريغنانسي مليغنانسي. هاشيها وانت تمشي. بريغنانسي مليغنانسي حتى ما تنسها. الادوية دراكس. مثل ميثتروكسيتا وافانيهون. الميثتروكسيتا هانهめ سكيوتا جديك. ميثتروكسيتا قد الحفض اخر ميتروكسيتا. الفانيتون. لا كتب اكتب جوهة. عادوية الانتيكنفلشن. ليش لانين انت الا فحالة انه يعني هاي ملاحظة جانبية. مثلا هي مره مره حامل وعدها ابلابسية ده الصراع وتمشي على ادوية الصراع فينطنها فوليك اسد بكميات كبيرة قبل الحمل واثناء الحمل ليش لان الادوية الصراع تأثر على الفوليك اسد تأثر على امتصاص الفوليك اسد والميثوتروكسيت هو اصلا يدمر الفوليك اسد فالجماعة المره الحامل فينطونها لها علاج خاص ليش لان دائما تتعرب بالنقص بالفوليك اسد طبعا الفوليك اسد مره الحامل مو شغلة بس انيمية لا الفوليك اسد جدا مهم بتكوين الجهاز الجهاز العصبي بالطفل بالجنين فاذا صار على النقص بالفوليك اسد راح يستطيع تشوه بالطفل ها طبعا طلعنا النسائية يلا ما يخالف اه معلومة طبية ان شاء الله تفيدكم نرجع للموضوع العساسي فهي هذي اشهر اسباب نقص الفوليك اسد بالنسبة الفوليك اسد الى مميزات حلوة هنفس الاسباب بعدتان هنا اه الفوليك اسد بيعراض بيعراض مميزة من ضمنها انه فاتيك تعب هاي خاصة بالانيمية سر الشعر لونه ري رمادي ماث سورس تطلع بال بالفم سورس مثل اه احنا نسميه بالعراق مثل الطقاق ماث سورس تقرحات بالفم تورم بال باللسان يصير يعني راح ياثر على الممري دائما ينسى يحس روحة دائما ينسى فالشخص يقول هنا شو ذكرت وله شي وعندها فقط دم فكر بالفوليك اسد ديبرشين اكتئاب لوز أوف ابيتايت ما عنده شيهية الى الاكل آم هاف اه التربل كونستركشن عنده مشكلة بالتركيز هاي خاصة بالانيمية بصورة عام يعني للتركيز بريث ديفكت هاي مثل ما قلت لكم تشوهات بطف الاتصير اذا المرأ حامل وعدها بالفوليك اسد. مشكلة في نمو الطفل اذا عنده نقص بالفوليك اسد. فنشوف انه الطفل ما يطول. انه نشوف انه بالنمو مالته عنده مشكلة. بالكلام بالاااا يتأخر بالمشيف. مهم بصورة عامة. ما رح ستعرف عليها. انتم العني ما تعرفون. لها سؤلفنا براثة بلور انوروكسيا الى اخره من اسباب العنيمية. بس ان اضيف لك كبير جوندس. ابو صفار ليش? هنا قلنا الخلايا كبيرة الحجم. فمن توصل للسبلين راح تتحطم. لان السبين يقول انت خلايا غير طبيعي فراح يحطم هواي خلايا. فراح تجداد نسبة البلوروبين بس تكون سلايتلي جوندس. راح يسعر عندك. يعني البلوروبين يصعد عندك. فسعر عندك ابو صفار. اه جي اي تي منفستيشن اسبيشيلي انفوليك اسيد. اهنا اخلى اقول لكم شوضع انه الفوليكسيد يأثر يطيك اعراض جو اي تي. والا والبيتولث يطيك اعراض نيرولوجيكال. يعني المهندس فوليكسيد من ينقص راح ينطيك اعراض جو اي تي. ويا اعراض الانيمي. والمهندس بي تولث من ينقص بي تولث ينطيك اعراض انيمي اضافة للعراض نيرولوجيكال. اعراض عصبية. قل نشوفه شنية. طبعا احنا الفوليكسيد حتشين عليها تقريبا. اللي هي رايد كلاس تونج ينصر عنده يعني انتفاق باللسان. اللسان كلستاية تسيل تهيب. عبدومنل بين انم بالبطن. كرونيك ديارية اسهال مزمن. بالنسبة البيتويلف ينطيك تونرولوجيكال مونفستيشن ليش? لان البيتويلف هذا المهندس بيتويلف آآ هذا مو بس يشتغل مهم في تصنيع الكرات الدم البيض والحمور والصفاحة الدم والله. هذا ايضا مهم في آآ الجهاز العصبي. لذا من ينقص راح يسور عندك مشكلة بالجهاز العصبي ينطيك. وهذه تتلخص بي بستوريال راح يصير عندك يصير عندك سنسوري اتاكسية يعني يحس المريض يحس بترنع اتاكسية ترنع يعني من يمشي مشيته غير طبيعيه ترنع اتاكسية. يعني هذا واحد من الاعراض طبعا. يعني بيصير عندك مشكلة من اعراضها ديلي موتر مولستونز يعني الطفل مولستونز اللي النمو ما تصير غير طبيعي. بريفران نيرفس الجهاز العصبي المحيطي. وستلخص على هذا بالباراتيجي. يقل لك انا حس عدي تنمل مثل الوخز ما الابر بالاصابع مالتي وخز ما الابر برجلي وعنده انيمية فكر بالبي تويالف ديشنسي. اعتقد حاليا صارت واطعتكم الاعراض وتقدر منطقيا وفلسفيا تربط من خلال اعراض والانيمية تقدر تعرف شنو السبب انه بيتويالف لو فوليك اسيد. انفستيكيشن شكيت انه هو بال بالفحوصات مالتلك الزينانورية شكيت انه هو عنده فوليك اسيد او بيتويالف او شكيت عنده انيمية. اول ما تودى تحليل سي بي سي. سي بي سي عنده انيمية. الاش بي قليل اه وال Veron but look at the M.C.V خلايا كبيرة الحجم اكثر من مية متروسيتك. ال هنا عندنا الهيموغلوبين ما بيشي فانستميها نورموكرومك مايكروسيتك نورموكرومك انيمي تصنيفها مايكروسيتك نورموكرومك انيمي. فالام سي اتش سي يكون والمسي كبيرة يعني اكثر من مية لنا كبيرة الحجم. نشوف هيبر سيجمنت نيتروفيلت يعني يصير تقسيمات اللي نقلنا هنا خلايا نيكلوس تتقسم ما تكدر تتقسم ما تكدر حتى تنفصل بيصير بها هواي تقسيمات اكثر مني يقلك تتكون من اكثر من اربع الى خمسة لوبس هاي بالإيرلي فاينيق يعني صراحة مو كلش مهمة المهمة انو ما انو نشوفها الام سي في اكثر من مية والم سي اتش نورمال احنا قلنا انو ترى احنا قلنا انو الفوليكاسد مو بس يعني على الار بي سي لا يشتغلنا الار بي سي والبلاتليت والوايت بلاستيلز في الادفانتس كيس نلقى هنا ايضا ناخصات ونلقى بالبان مورو ميجا بلاستيك خلايا كبيرة الحجم والبريفير البلاد نلقى خلايا ايضا ميجا بلاستيك وطبعا هذي خطرة جدا ليش انها الشرككنا تخربطك ويا الاوية اللوكيمي ويا السرطان الدم تقريبا نفس الاعراض يعني بالبريفير البلاد اشوف ميجا بلاستيك خلايا كبيرة الحجم او ميتشور خلايا غير ناضجة واشوف كل شي ناقص اشوف الوايت بلاست قليلة فهي اعراض ترى مشابهة لعراض اللوكيمي ممكن تخربطك باللوكيمي اه بس نجي الى اللي هو اه خاصة بالفوليك اسد و تيست خاص بال اه بالبيتويلث حتى نعرف من السبب الفوليك اسد له سبب بيتويلث فعدنا اه الفوليك اسد نشوف انه لو سيرام فوليك اسد نشوف نسبة الفوليك اسد قليلة بشي طبيعي احنا بشي كلام منطقي انه عدي نقص بالفوليك اسد اشوف نسبة الفوليك اسد بالجسم اشوفها قليلة عدنا نقص بالويتويلث اشوف نسبة بالبيتويلث بالجسم قليلة بس طبنا على الكلام الثقيل الكلام الثقيل انه هو هو الشيلينج تيست الشيلينج تيست صراحة مثقيل بس جيحت هذا شوية منطق راح تفهمه لان هو اختبار جميل جدا ومهم جدا الشيلينج تيست او اشي هو اسمه شيلينج نسبة الى الدكتور شيلينج فلازم بالبداية تقرأ الفاتحة على روح شيلينج حتى تفهم اي اي اختبار على اسم الدكتور حاول تقرأ الفاتحة على الدكتور ترحما بيه على هذا انجاز العظيم وتقرأ المادة حتى الله يسهل لك وتعفظها بالنسبة للشيلينج تيست هذا شوف لك شنو مشكلة البيتويلث فهو كالآتي فكرت قبل لا اشرح لكم فكرت انه الشخص بيتويلث فاذا شفت البيتويلث اذا تم امتصاص البيتويلث راح يطلع عندك باليورن اذا ما طلع باليورن معناها تمام تصف اكو مشكلة بس ببعض التكنيكات شنية انطي بالبداية البيتويلث بيتويلث بيتويلث ليش حتى اسكت الكبت لان احنا قلنا اكيد هو من عنده نقص بالبيتويلث معناتها المخازن فرغان المخزن المخزن اللي هو الكبت فارغ ما ببيتويلث فايش راح تاخذها راح احاول شوان يروح يروح بالمخزن فالانطيمية حتى نسكت وين انسكت الكبت حتى نملي المخازين اللي موجودة بالكبت انطني واحد المشيع وحدة ابلاحة، تمام خلف كيش بيورن اشيف اليورن هكذا هو مشح أشيف اليورن, اذا اطلع باليورن معناته تمام تصاصة تمام اذا ما طلع باليورين ما تم امتصاصه. هذه هي فكرة الاختبار. اذا فيتامين بي 12 is absorbed it will be a beer in urine. اذا تم امتصاصه فمعناته اه اذا طلع باليورين فمعناته تم امتصاصه ومعنده كاي مشكلة. مجرد انطن ميرير بي 12 واعوضة بالي بي 12. هو يحتاج له مجرد انه هي يعني المشكلة عنده صح نقص بي 12. بسببها انه هو عنده نقص بي 12 لان ما ماك بيت perd with كمية كافي. طيب تعالوا للازعاد شوي. ما طلع عندي باليورين اذا ما طلع عندي باليورين او كان قليل نسبته باليورين منات عندي ما لا ابتوروبشن منات اكو مشكلة بالامتصاص يعني يا اما مشكلة بالموعدة يا اما بمشكلة بمعاء. طيب مشكلة زر ما مشكلته هانا قلنا المعناته اكو اناتي اناتي معناته باني مني اناتي وعناتها الباريتو ما جايت نفرز عندي انترستينك فاكتر فما يصير بامتصاص. فانا شي سوية اذكية انتي انترستينك فاكتر. تمام انتي انترستينك فاكتر واعيد الاختبار من جديد. اذا تشفت اطلع باليورين معناته خلاص هو المشكلة عنده تمام? طيب اه ما اكو اه انطيت اه انترستينك فاكتر وهما لقيت باليورين ما اطلع ما اكو باليورين معناته لا مو بنشوف سانيميا سبب ثاني ممكن شنو السبب الثاني ممكن اه يصير بكتريال اوفرغروث يعني البكتريال الموجودة بلا معاها كثيرة جدا فهنا في هاي الحالة من انتي انتي باياتيك وصير اه من انتي باياتيك وسووا تحليل وشوفوا النتيجة طبيعية فمعناتها بكتريال اوفرغروث اخر شي نورمال افتر بنكرياتيك انزيم انطي انزيمات البنكرياس وشوفه طبيعي فمعناتها عنده مشكلة بالبنكرياس هي هاي فكرة اختبار الشيلينج تيست ببساطة يعني يعتمد على المنطق بس تفهمه بعد ما تسه يعني شغلة منطقية واحد زاد واحد يساو اثنين فهذا هو الشيلينج تيست ان شاء الله تكون ذكرتها واضح. طيب انا انطيتها ذا النكلهن. وهم لقيت اللقيتها مونورمال يعني انطيت اه انطيت 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 بنكرياتيك انزيم وما طلع عندي بليورين. البيتولف هم ما طلع عندي بليورين. شو هي المشكلة? مش تتوقعون. مشكلة معناتها اكون مشكلة بالاليوم. جوز الاليوم اه جوزهم سوي العملية وشاني الاليوم مالتي. مشكلة معناتها بالاليوم. الاليوم ما جاي يمتص. اخر جزء بلا معه ما جاي يمتص البيتولف. هاي ما اكو غيرها بعد. اه ترابيتيك تيست عندنا اختبار الثاني هو ترابيتيك تيست نشوف الريتوكليوساية الصعدة. انطي بيتولف انطي فوليك اسيد وسوي سي بي سي اشوف كالشي رجاع طبيعي او اشوف ريتوكليوساية الصعدة عنده. يسمونه ترابيتيك تيست يعني اه علاج اه يعني علاج اختبار او علاج تجريبي. سروليجيكال تيست. سروليجيكال تيست هذي خاصة اللي برينيشيوس انيمي شكيت عند البيض برينيشيوس انيمي. اشوف الانتي اه اشوف انتي باريتا سيل انتي بادي وانتي انتريستيك فاكتر انتي بادي. نشوف الموجودات بهذا الشخص ما ناتع عنده برينيشيوس انيمي. اللي هي فقرة دم الخبيث. اخر شي عندنا الفوليك تيست. بوزيتف فوليك اسد ديفشينسي. انطل مريض اورال لودنج ويش اه هستادين او كمبايد باي هاي يورين اكسراشن فروم ذا غلو غلوتاميك اسد. نفس اه فكرة تقريبا الشيلنيك تيست. بس مو جدا مهم. المهم هو فقط الشيلنيك تيست هو اهم شي. بس اه كتبت لكم حتى تاخدون عليه فكرة. هسه نجي للعلاج. كما ان الفحوصات ثبت عندنا ان الشخص عنده انيمي بسبب نقص البيتولف او انيمي بسبب نقص الفوليكسد. شون اعالجة? ما اكو اسمي العلاج راح تقول لي انطي بيتولف. صحيح. كنا منطقي. نقص فوليكسد انطي فوليكسد. بس لا بالطب ما عدنا هي الشغلات. ما عدنا شغلات سهلة. حتى شغلات سهلة لازم صغر صعبة. الا فتكورس معين تكتيك معين. بالنسبة اذا عنده بيتولف. شخص لانو المريض السبب فقر الدم هو البيتولف انطي انطي انطراماسكولار انجكشن. اه اف الف وحدة من البيتولف. يجولي given daily for the first week for the for the first week. weekly for the first month and then monthly for the life. يعني شونا? الكورس اسكالات. انطي المريض الف وحدة من البيتولف اوبرا يوميا لمدة اسبوع. بعدين اسبوعيا لمدة شهر. بعدين شهريا مدى الحياة. يعني اقول للمريض هاي اوبار. يومية اوبرا تاخذ لك لمدة اسبوع. كل اسبوع اوبرا لمدة شهر. بعدين كل شهر اوبرا لمدة لمدة الحياة. اه هنا ينقلك اتز اه طبعا انا اضيف لك هنا انه انطي ويا فوليك اسد دعما بلاص فوليك اسد خمسة ميلي جرام. انطي لا تبط بيدويلف واحدة انطويا فوليك اسد. بالنسبة اذا عنده فوليك اسد الحياة. طبعا الاثنين اتوم اذا واحد عند b12 او فوليك اسد باختصار انطيه وثينهم وانطيه ببحدة. تمام شباب? هستنا نعرف ليش? بالنسبة الفوليك اسد انطي فوليك اسد خمسة يوم ينطي حبوب يجن فوليك اسد وهاي بالنسبة لأبر مال B12 هاي حبوب الفوليك اسد يتوفر على شكل حبوب كلش كافي باليوم خمسة مللي جرام الملحوظة لتقولك الآتي B12 is essential for the transformation of the folic acid into the activated from the folic from the folic acid So the large dose of the folic acid may be aggravated the manifestation of the of vitamin B12 deficiency especially of the neurological manifestation يعني شو يقولك هاي الملاحظة الملاحظة الآتي الملاحظة تقول انه B12 جدا مهم في تحويل الفوليك اسد الى فولنك يعني يتحول فوليك اسد الغير فعال الى فعال يهوى هلا B12 فالشخص احتمال ايضا عنده B12 نقص وانت انطيته folic acid بجرعات كبيرة من folic acid فاغلب B12 ما راح يروح راح يحول الى راح يحول folic acid راح يشتغل على folic acid فراح يستن عنده مشكلة بالراح يستن عنده ما يمي aggravated the manifestation of B12 deficiency neurological manifestation فراح انت راح يزيد الطين بلة فيقلك الافضل حتى لو عنده نقص folic acid انطويا B12 لا تنطيف ولوك اسد ببعده ان شاء الله راح تكون واضحة هذه الفكرة فلا تنطيف ولوك اسد ببعده ولا تنطيف B12 ببعده آسف لان طولت عليكم بس هو ترى الموضوع جدا جميل ومتع الميجابلاستيك انيميا وموضوع يحتاج لفهم ترى ما يحتاج لأي حفظ بس انت فهم خلاص راح سد الكتاب وبعد ما تتجد راجعة للموضوع يحتمد على المنطق ويحتمد على الفهم موضوع جدا جميل ان شاء الله تكونوا فهمتوا انتظرونا بحلقة جاية نكمل اسباب الانيميا آم لا تنسون سابسكراب للقناة ونشروها لأفتقائكم حتى يستفادون كان معكم الدكتور ويد نبيه شكرا للمتابعة